بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله هنكمل كلامنا في شابتر 5 عن البامبز وما زلنا مع السنتريفيجال بامبز في هذا الجزء هنتكلم على types of impellers انواع الامبيلرز او الريش بتاع البامب بتنقسم انواع الريش او السنتريفيجال بامب امبيلرز لتلات انواع رئيسية open impellers partially open or semi closed impellers way closed impellers نبدأ في اولا مع الopen impellers الopen impellers بتبقى عبارة عن vans attached to the central hub والvans ديت زي ما احنا شايفين ليس لها وزقاوت any form مفيش اي تشكيل عليها مفيش اي side walls مفيش اي اكتاف او shroud اللي vans متثبت عليها وبتتثبت بشكل مباشر على الشافت يعني زي ما احنا شايفين هي فقط الريش اللي موجودة مفيش اي تثبيتات اخرى ولذلك they are typically used in small diameter بتكون بتستخدم في البامبز اللي بتكون بقطر صغير والرخيصة السمن وكذلك مع البامبز اللي بتتم او بتنقل سوائل بتحتوي على مواد صلبة عالقة بيها علشان تسمح بالحركة يبقى المساحة اكبر وتسمح بالحركة وعدم وجود انسداد في البامبز ولكن في المقابل بنجد ان هي more sensitive للتآكل to wear more sensitive to wear بتكون عرضة اكثر للتآكل وخصوصا اذا كانت المادة اللي بيتم نقلها بتكون erusive النوع التاني اللي هو partially open او semi closed هنلاحظ ان الفرق بينه بين ال open ان فيه shroud فيه كدفة هو اتثبتت عليه الريش الكدف الخلفي ده او back wall ده بيعمل زي تثبيت للريش وبيضيف بعض mechanical strength عشان الريشة تبقى اكثر اكثر تحملا للاجهادات اللي بتقع عليها اثناء حركة الماء وهي بتستخدم في medium diameters medium diameter bumps وبرضو بتستخدم في نقل liquid اللي بيكون ال suspend تسولد فيها اقل من اللي بتستخدم فيه ال open impeller ولكن في المقابل هي بتعطي كفاءة اعلى higher efficiency وبيكون net positive suction head required بتاعها اقل وان شاء الله في محاضرة قادمة هنتكلم بالتفصيل على تعريف net positive suction head وكيفية حسابه بنجد فيه جزء حاجة مهمة جدا طالما استخدمنا semi closed impeller او البرشية لopen impeller ان small clearance او الجاب لازم يكون او الجاب اللي موجودة بين impeller بين الجسم نفسه وبين casing بتاع housing بتاع bump لازم تكون clearance ده يكون صغير جدا لان اذا كان هذا clearance كبير if the clearance is too large slippage and recirculation will occur يعني هيحصل slippage للمائع والمائع هيجي خلف ال impeller ومش هيتحرك من داخل ال impeller وهيفضل يلف جوه البمب مش هيخرج وبالتالي ده هيقلل الكفاءة بشكل ملحوظ وهيرفع في درجة الحرارة يعني هنلاحظ ان فيه ازدياد في درجة الحرارة النوع اللي بعد كده اللي هو ال closed impeller والclosed ده زي ما يبين في الصورة كأن الرياش بقت موجودة between two plate يعني مقفول عليها من الجهتين وفي هذا النوع بيبقى طبعا في back and front wall وده for maximum streams هذا النوع بيستخدم في large bumps وبيعطي high efficiencies بتكون كفاءته اعلى مقارنة بالانواع التانية ولو net positive suction heat required يمكن استخدامه ايضا مع الليكويدز اللي بتكون فيها suspended solids وده بيحصل بدون انسداد ولكن معدل التآكل او معدل الاحتكاك بيكون اعلى الكلosed impeller هي النوع الاكثر انتشارا والاكثر استخداما most widely used type وخصوصا مع المقارنة للاكسيا loads وبتحافظ على كفاءة البمب بشكل كبير وبتحافظ عليها بتخلي كفاءة البمب اعلى اشتركوا في القناة